طبعا الحمل هو المخصص من الحيوانات المخصصة ليه الذبائح طيب ليه يحنى عم بقول عن المسيح هو حمل الله ماذا يقصد يحنى من هذا القول من السهل انك تجادل او تزد كلام او ترمي كلام من غير ما بتعرف الفحوة او القرينة او شو المفهوم من وراء هذه الكلمات كيف فهمها الشعب المعاصر ليحنى المعمدان كيف فهم الشعب القديم او المعاصر ايضا ليسوع المسيح هذه الفكرة فاذا الله نفسه علم شعبه عن اهمية وضرورة ذبح حمل ثم رش الدم للتكفير كان يعتبر كبديل وبالتالي يسفك دمه لمغفرة الخطايا لكن لازم يكون بالايمان ممكن تقدم الاف الكباش والااف الحمل والخرفان لكن ما عندكش ايمان هذا لا يحرك ولا يعمل اي شيء في نظر الله لاحظ شو بقول يحنى هو ذا يعني طب ما هو عنده تلميذ كان انت ابن شعبي للك لكن يحنى كان عنده رسالة لازم يوصلها ويؤديها هو قال ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص وهذه واحدة من الاقوال الشهيرة واتكلم عن المسيح ابن الله عن ازلية المسيح عن فداء المسيح عن عظمة المسيح عن تفوق المسيح وانه قال عن نفسه انا لست مستحق ان احل سيور حذائي لكن واحدة من اعظم الاستلاحات والالقاب حمل الله يعني الشخص الذي سوف يذبح ويقدم نفسه كفارة لخطيانا ويموت موتا بدليا عن كل البشرية هو ذا هل احسست بقوة هذه العبارة يعني بيوجه الالتفات الى شخص عجيب من يحنى الى يسوع المسيح هذا الشخص متفوق سامي فريد متميز من نوع واحد من نوع عم بيتكلم بقولهن اها هو ذا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم يعني شخص كأنه بيبحث عن شيء كما انه وجد شيء وجه انظار التلاميذ الى الحمل الحقيقي الى اعجب شخصية في التاريخ بالاحرى الى سر التجسد سر الفداء حمل الله الكامل التي ترمز اليه ذبائح العهد القديم